التبرك التبرك بالصالحين مستحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرك به الصحابة والتابعون تبركوا بالصحابة والنبي تبرك بأمته في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداء لما أراد حديث الصحيح لما أراد أن يشرب قالوا ننزح لك يعني إيش ننزح لك؟ يعني نطلع لك من البير ما جديد ليس من الذي شرب منه الناس قال بل مما مسته أيدي المسلمين قال الراو يريد بركتهم نفس الشيء الصحابة فعلوا تبركوا به صلى الله عليه وسلم بفضلة وضوئه إذا توضأ كادوا يقتتلون على فضلة وضوئه صلى الله عليه وسلم كان التابعون وتابع التابعين يتبركون برمانة منبره صلى الله عليه وآله وسلم ومحل مقعده في المنبر سئل الإمام أحمد بن حنبر رحمه الله وهو الإمام أحمد بن حنبر سوء لا يجوز تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بذلك على أن الأدب أن لا يفعل الأدب أن يبقي بينه وبين الضريح ثلاثة أذرع احتراما للذي يزور وإجلالا له لكن غلبه الشوق لم يتمالك نفسه هذه قصة الصحابة سيدنا سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قص لمن أخذ عنه من التابعين قصة بيعة الرضوان شجرة الرضوان وكيف بايعوه قالوا أو بيعته بيدك قال نعم بيد هذه قالوا فأخرج لنا يدا كبيرة كأنها خف بعيد فانكببنا عليها نقبلها لأنها يد مست يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهكذا هلما جرى الإمام الشافعي تبرك بغسول ثوب الإمام أحمد والإمام أحمد تلميذ وعليه قس أما مسألة زيارة مقامات الصالحين نعم يزار مقامات الصالحين طبعا يتقرب لله بزيارتهم يا رجل عموم قبور المسلمين نتقرب إلى الله بزيارتهم فكيف بخواصهم عمومهم كان يزور البقيع صلى الله عليه وسلم خواص وعموم كان يكفي عند البقيع لو المسألة فقط للذكار لكنه كان يخرج إلى خارج المدينة إلى أحد كانت خارج المدينة ليزور عمه حمزة رضي الله عنه يزور شهداء أحد كانت سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها تخرج بعد السيل إذا جاء السيل وسأل على القبور تخرج إلى أحد تزور عمها حمزة وتسوي قبرها يعني تضع التراب وهكذا حتى لا ينطمس قبر عم أبيها سيدنا حمزة وعمها من الرضا فنعم عندكم هنا سيدي الغريب ولا لا يهال السويس والأربعين أولياء صالحين كثير